التعليمات العامة للعمل في المختبر نرى هناك أنه في تعليمات بشكل عام إذن يجب اتباحها لتفادي وقوع الأخطار الموجودة وقلنا وهي أدوات سلامائها واحد النظارة أو نظارة السلامة والغفازات والبالتو هذه هي الأدوات الحماية الشخصية فإن شاء الله هي بتقلل من الخمسة أشياء بشكل عام موجودة في المعامل إذن الخمسة إصابات الموجودة نمر واحد منامس الكيميات للجلد وزي ما شفنا في المقطع السابق إن الحروق بتكون بشكل واضح هناك الحروق أيضا لمس الأسطح السخنة واستنشاق الغازات الضر إذن فتح قارورة بعيدة عن الفيوم هود اللي هو صندوق الأبخرة هذا أيضا تبقى إشكالية فإذن يجب أن نستخدم صندوق الأبخرة وإتباع شهاد السلامة في التعامل مع المواد الكيمية بشكل واضح حرائق المعمل وأيضا نتجنب إنه ترك المواد أو الأسطح السخنة موصلة أو الهيترات أو المسخنات أيضا نبعد هذه وأيضا تفاعل بعض المواد الكيمية التي يمكن أن تشعل الحروق والجروح أيضا لكسور بعض الأدوات الزيجية يمكن أن نقص لها زي البيوريت أو السحاحة إذن نستخدم مادة كيمائية وتلتصق بفترة وأخرى فإذن نقاوي هذه المادة بشكل أو آخر تنكسر على أيدينا وتعمل لنا جروح فهذه هي مشكلة فإذن يجب إتباع الإجراءات الصحية في التعامل مع الزجاجيات كذلك عندي خطوات السلامة من الحريق يعني لا أغضر الله إذا حصل حريق إيش نعمل فيه أول حاجة أضغط أقرب جرس إنزار لتنشيط إنزار إيش الحريق نمرأ اثنين أطفل الحريق إذا كنت مدرب لذلك ولا تعرض نفسك للخطر هذه مهمة جدا هذه مهمة لا تعرض نفسك للخطر إذا كنت مدرب على ذلك والنار كانت صغيرة يجب أن نتبع ذلك بشكل أو آخر قادر المبنى بأقرب مخرج طبعا هذا المفروض في كل مبنى أو عندما تدخل المعمل لأول يوم تشوف وين الفير إكزيت وين المخرج هذا مهم جدا عشان بعد ذلك تعرف نقطة التجمع لآخره فهذا مهم ما عملك تشوف أقرب مخرج من وين إذا حصلت لا قدر الله هذه إذا لا نستخدم المصعد كذلك إذا كنا إحنا في طابق أعلى هذا مهم جدا لأن المصاعد يمكن ما تعمل فبالتالي يبقى تبقى إشكالية بفقد حياتنا إذا كان الحادث كبير وأخيرا سجل نفسك في نقطة التجمع الخاصة بك وهذه الأقرب لمختبرك فهذا مهم جدا لتفقد بعض من بعض ويكون مشرف المعمل هناك وهو يحدد في القائمة من يكون موجود ومن يكون لا يكون موجود مثلا وليتأكد من سلامة الجميع وهذه الخمسة خطوات في حالة حدوث حريق وكيف نعمل أو تفريق أو هروب من مكان الحريق خطوات التعامل مع الحوادث طبعا إذا حصلت حادثة قبل شوية إحنا بلنا هناك الحريق ولكن في حوادث أخرى يعني زي المواد الكيميائية شوفوا هذا إذا حصل تفاعل غير متوقع أو شيء من مادة غير متوقع يجب أن نعرف طبيعة الحادث طبعا هذي مهمة جدا نسمى إتخذ الإجراءات الصحيحة يعني واحد أول حاجة طبيعة الحادث إيش هو هل مادة كيميائية مشتعلة أو توكسيك أو فيليمابول أو أي نوع منها ثم بعد ذلك نتبع إجراءات الإجراءات الصحيحة طبعا عندنا حمام السلامة وعندنا إيش عندنا الغسيلة العيون الآي ووش هذي مهمة من الأشياء اللي يمكن نستخدمها هل الحادث هو إنسكاب مواد كيميائية والتعرض لماضي خطرة أو في جروح زي ما قلنا قبل شوية أو التعرض لخطر بيولوجي زي الأحياء مثلا فهذه مهمة جدا معرفة أهم حاجة معرفة طبيعة الحادث هذا هو المهم جدا وبعد ذلك بناء على طبيعة الحادث يمكن بعد ذلك نتبع الإجراءات الصحيحة التي يمكن تحمينها وقلنا أول شيء نشوف نحط طبيعة الحادث بعد ذلك يمكن في كل المعامل المجهزة بحمام السلامة بغسيل العيون الآي ووش مجهزة بأشياء أخرى كثيرة إلى أن نطلب مثلا الاستشارة الصحية النمرة 2 حدد طبيعة الحادث طبعا هذه مهمة قبل شوية قلنا نوع الحادث إيش هو الحصل نمرة 3 بلق إيش الحادث في الحال طبعا المشرف في المعمل والسيفتي أوفيس أو ضابط السلامة الموجود أو الشخص المسؤول من الصحة والسلامة وحدد أقرب صندوق إسعافات طبعا إذا فيه أقرب صندوق إسعافات نشوف إيش فيه موجود عشان نقدر تضميض الجروح ما بعرف إيش إذا كان فيه أشياء أخرى بالنسبة للأشياء الموجودة اللي ممكن تابعها وفيه طبعا كل المعامل مزودة بصناديق إسعافات فيها كثير من الأدوات التي يمكن أن تستخدم في هذه الأشياء فيما قد يتخذ الإجراءات أو الإجراء المناسب من قبل موظف الإسعافات الأولية بعد ذلك ويمكن إذا كانت أخطر ويرسل للمستشفى وهكذا إذن هذه عرفنا نوعين من الخواطر أو اتباع الخطوات إن الأخطار الموجودة مثلا إذا حادث حريق كيف نتعامل معه وهنا إذا في حادث كيف نتعامل مع الحوادث بهذا الشكل في عندنا بتهمنا أيضا في حالة الحريق وهذا مهم جدا إنه في طفيات في كل معامل المزودة بطفيات طبعا كل طفاية لها تخصص محدد طفاية الماء مثلا نستخدمها لإيش لنيران الورق والخشب والنسيج مواصلبة والمسحوق عندنا الباوتر نستخدمها للورق وخشب وكهربة أهم محاجة هنا ويختلف والنسيج والسوائل يبقى عندنا هذه النوعيات وكل المعامل المزودة بهذه إذن يجب أن نعرف كيف نستخدمها هذه ونجل نتدرب على كيفية استخدام أسطوانات الحريق وعندنا الرقوة لإستخدامها أيضا الورق والخشب والنسيج وأيضا السوائل النوع الثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون ويستخدم فقط للكهرباء والسوائل الاستخدام أسناء تشغيل لا تقبض القرن هذا الكبير إذن بشكل واضح يبقى تحتاج نوع من التدريب ولكن لحسن الحظ أنه في تطور في أدوات إطفاء الحريق يعني بدأنا من وجود الرمل يعني أحيانا كثيرا في كل المعامل الآن مزودة بجرد الرمل يعني من نلقاه في بطانية بطانية أوكي في بطانية في ثلاثة بنجد إيش هذه الأستوانات الحريق هذه نمرة أربعة عندنا في كرة الحريق كرة إطفاء الحريق في كرة إطفاء الحريق ونمرة خمسة عندنا أحدث أجهزة موجودة الآن F200 وهذا نوع من الباودر في أقل من دقيقة يتم تفعيله ويطفي أو يقص الأكسجين من 8 إلى 3% وطبعا الأكسجين الكافلي إشعال الحريق حوالي 24% فهذا نشوف تطور مسألة عملية إطفاء الحريق من الرمل إلى البطانية إلى الأستوانات إلى الكرة بتاع إطفاء الحريق وهي تحتوي على مواد ولو شفنا الحريق فقط نرمي هذه الكرة بشكل آخر في الحريق وبالتالي المواد التي فيها داخلها تنبعس منها مواد وهذه المواد تتفعل مع الحرارة فبالتالي تبرد المنطقة والمواد الداخلها أيضا مواد صديقة للبيئة ولا تحتاج تدريب يعني أو معرفة زي الأستوانات الحريق وعندنا آخر حاجة الخمسة هو وهذا جهاز متقدم جدا وغالي جدا ولكن فائدته إنه درجة الحرارة للمر تتفع داخل المعمل يعمل بشكل تلقائي جدا في أقل من دقيقة وفي باودر اللي هو الهيبتو فلورو بروبين وهذا الهيبتو فلورو بروبين نظامه إنه يقص الأكسجين على الحريق واحنا الهدف من كل هذه الأشياء نقص نقص كمية الأكسجين الموجودة حول الحريق عشان ما يزيد نقص كمية الأكسجين الأكسجين هذه مهمة جدا إنه نقص كمية الأكسجين عندنا في هذه الطريقة نقص كمية الأكسجين هذه مهمة جدا فإذا كلها تعمل بآلية واحدة نوعية طفال الحريق ووجدنا إنه التطور فيها تم بشكل ملحوظ وليحظنا هنا في جامعة الملك خالد مزودين كل هذه الأشياء موجودة في كل معامل مزود بهذه ونواصل في الفيديو القادم لتفاصيل أكثر عن إجراءات السلامة في كل معامل يخص قسم الكيمية أو الأحياء أو الفيديو